هاجم شق قناة السويس الموازي واللي رفض وهاجم وشوه كل مشروعاتنا الوطنية نختلف نتفق مع بعضها ما أقول لها في الآخر هتجد ان الاخوان وقفين على يسار الدولة المصرية والوطن والأمة المصرية بشكل كامل على يسار الدولة مئة بالمئة مئة بالمئة في كل شيء أنا يعني ببدأ الحلقة بتاعتي بخبر من رئيس حط بقات ظهور على قبري الرئيس عبد الناصر اللي أرحمه الرئيس صلاة اللي أرحمه واجتماع من المجزة الأقوات مسلحة ده خبره خلاص وناصر اكتوبر كل سائل طيبين يا مصريين ويا رب يعيدوا علينا بكل خير وخلاص وسلاموا عليكم أروح لملف تاني لكن أنا بنبه وده دوري طول ما أنا موجود معايا منبر من المنابر ربنا هيحسبنا عليها بقول تاني ان قضيتنا قضية وعي وأنا أرى أن هناك محاولة لتشويه التاريخ وهناك محاولة لتزيور التاريخ إخوان المسلمين أسوأ وأخطر أسوأ وأخطر رافض جدة على الدولة المصرية من 28 لغاية دلوقت كل شيء الدولة بتقوم به بيشاؤهوه كل شيء الدولة بتقوم به بيشاككه فيه هو بيحاول يعمل دولة داخل الدولة دولة موازية عملنا انتصار خد بالك هاتلي يا سروت لو سمحت عبد الناصر والسادات ومبارك ورأيهم في الإخوان المسلمين مش دلوقتي لو جاهز عندك هاتلي انتو عارفين يا جماعة انتو عارفين الرئيس عبد الناصر بيقول احنا كنا قاعدين بنعمل مفاوضات مع الإنجليز عشان الجلاع عشان يمشوا وليخلت لقى من اجدعوه لين حساباتنا يا كلام ده كلام عبد الناصر الله يرحمه كلام الرئيس عبد الناصر الله يرحمه اللي النهاردة على الأسواني بيحاول يشويه في جمال عبد الناصر يقول ده هو اللي عمل الحرائي اللي كانت موجودة في القاهرة سنة 54 محاولة متكملة لتشويه مصر وزعمات مصر يا جماعة يعني انا امبارح اريدت تغريدة حد بعدها لي لعلاء الأسواني بيقول انه عبد الناصر هو اللي حرق هو عبد الناصر السر هو اللي حرق سنة 54 الحرائي اللي تمت في القاهرة وغيره عشان يخوف الناس وبيعمل اسقاط انه الرئيس السيسي بيخوف الناس ربط مخل وحقير ودنيء ووضيع وسميه كما شئت لواحد عايز ياخد جايزة نوبل باي شكل من الاشكال اهو ده على الأسواني احد المعجبين بيقول ده ما ايه عاري جدا جدا يعني ولا يخجل هؤلاء يعني ولا يغررنك يعني هتاف القوم بالوطن فالقوم في السر غير القوم في العلن دول يا جماعة عندهم مصالحهم مصالحهم مع اسرائيل مع الصهاينة مع الأمريكان مع ايه حد لكن هما دايما يشتبوا يشطروا على مين على مصر ودايما يهاجم مصر مين عدو مصر انا بكلم مش بخون مش بخون يعني شغال عمال مدعي الوطنية وبقول لا انا وحضرتكم بالتأكيد الناس اللي قدامي عارفين بالتأكيد الناس اللي بتتابع عارفين عارفين مين اللي مع مصر ومين اللي بشعل على مصر ومين اللي بيسترزق من مصر ومن اللي شغال مصر دي بنسباله فندق يعني يعطيه لو سأد الخدمة بيسيبه يروح لفندق تاني عموما يعني بكرا ان شاء الله